اه ياسر ابراهيم بالنسبة لي احسن لاي في الماتش انا بالنسبة لي ياسر مش النهاردة ياسر بقاله تلات اربعة شهور احسن لاي في نادر اهلي احسن مدفع في الماتش ياسر لولا ياسر ابراهيم اه عبد المنعم كموك انا وجهة نظري كموك ملعبش تاني يعني لولا ياسر موجود لو لو رامي ربيعة سردباك كويس جدا وعنده ميزة بيرجع متحاش نوع بعيد بس ميزة ياسر دلوقتي انا ياسر ابراهيم بجد لو مش موجود في شكلة النادر اهلي كان نحصل فيه مشكلة كتيرة جدا ياسر ابراهيم لعيب امكانياته كويسة مش سوبر والممكن الجامهير مش شافة ان ياسر سياكز ما انا بقولك بس ياسر يعني انا مش عايز اتخف يعني عاصدي بس هروح لعبد المنعم شوية امكانيات عبد المنعم حسن من ياسر مسلا بس الكورة ده اكبر ده يقولك انه فيش حاجة اسمها انت اسمك ايه ولا انت مستواك ايه ولا ياسر ابراهيم وعبد المنعم يبقى عنده مشكلة كبيرة جدا ما كابتا مش طام حسن عبد المنعم لما الوينش يرجع ولما يعني ياسر يبقى موجود والوينش واحجازي خلي بالك عبد المنعم ممكن بالعبش يعني عبد المنعم لو 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 ما فقش ولا يلعب في المنتخب ولا يلعب في الاهل فانا يعني عايز اقولك ان عبد المنعم انا يعني مش عايز اقول كلام اه يخوف ولا حاجة بس عبد المنعم بدوقتي في حتة خطر يعني عبد المنعم في الالي مفيش حد انا عارف انت بتلعب في الالي كده كده هتلعب لاني مفيش حد. لكن في المنتخب لأ الوينش لعيب كبير جدا وهيرجع لعيب كويس قوي. ياسر ابراهيم رقم واحد في مصر دلوقتي. دحية. يعني ياسر هلعب وجنبه اي سردباك من نظر انا. يعني يعني انت بسردباك النادي الاهلي. واحسن سردباك في النادي الاهلي فهو اكيد من احسن سردباك في مصر. اه طبعا مستوى اختلف. بقى له. ايه سبب الاختلاف? ممكن ان هو عنده رغبة شوية انه عايز يطلع. او ما وش هايفها بمنظور مختلف. كتفكير منت البتاع انه ياخده القرار يمشي انت من النادي الاهلي. ده مش هتته كتير عن القرى. اه عب منعم اه شوية مركز انه عنده الموضوع ده عايز يطلع يسافر والكلام ده. ماشي بس خلاص فتر التنقل. فتر التنقلات خلاص قفل. هو ما عندهش. طبيعي ان انا هركز. صح. وبقى كده بقى اه اكسر الدنيا مع الاهلي اوامش بشكل كويس وبقى كده الموسم الجاي بقى قعد مع الادارة. تختلف ممكن لعب كرة هيقدر يستحمل ويدوس على نفسه ويجد الطموح ويبقى موجود. ويكمل في النادي اللي هو عمله وعمل في اسم كبير والكلام ده. وفي لعب تاني بيبقى اه القدرة بتاع استعابه انه للمواقف ياخد القرار ويكمل باداؤه اه بيبقى قليل. عب منع مش هاف ان هو اتشغل جامد او بموضوع ده. وكمان يا كابتن السوشيال ميديا ادته اه ادته وضع اه جامد او كلاعيب مسلا ان هو في سردباك مصر وسردباك افريقيا. لما كان كويس. ماشي هو كويس. برضو صراحة بس انا ممكن بقى بوارد كمان في حاجة جات يعني ممكن يكون يا جماعة هو مستوحش دلوقتي. ممكن يكون هو مستوحش ومش قاصة حاجة. لا لا لا. هو لا لا لا. حتى لو مش مركز خيباك كابتن برضو. انت لما 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 بتقع. يعني انا حسنا. يعني هو ده مستوى الحقيقي. لا.